مرجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدين الأعزاء وتفرجنا على تقرير ليمون فرانشايز حاجة مبهرة جدا وحاجة مشرفة جدا 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 المصريين بيتقدموا وبيعملوا حاجات حلوة قوي فكرة كمان ليمون إكسبريس حلوة جدا للشباب ان انت تحلم وتتخيل ان انت يبقى عندك مكان زي ده بيدو لك فرصة ان انت فعلا تحقق حلمك وان انت فعلا تعمل مكان خاص بيك وتبدأ بمكان أو لوكيشن بعد كده بتزود وبتزود وتبقى رجل أعمال كبير حلوة قوي لما نلاقي رجال الأعمال بيساعدوا الشباب الصغيرين اتكلمنا عن رجال الأعمال اللي بيساعدوا الشباب الصغيرين وبيحاولوا ان هما يخلوهم مثل يحتذا به في ان هما يحققوا أحلامهم ويحققوا الكرير بتاعهم أو المستقبل العملي الخاص به فقرتنا دلوقتي مميزة جدا جدا فقرتنا دلوقتي جايب لكم معينا منورنا في الستوديو شاب الشاب ده كان شاطر قوي في المذاكرة تعب واشتغل على نفسه وبعد كده اشتغل في مجال التدريس الجامعي طبعا لانه متفوق هل يا ترى اكتفى بانه يشتغل على نفسه بس؟ لا بالعكس بيحاول ان هو يساعد كل اللي حواليه يدي لهم خبرة من خبرتهم لان انت ممكن كشاب او شابة تتخرجي من الجامعة وانت زيره خبرة مش عارفة تحتكي بسوء العمل هنعرفك ازاي تحتكي بسوء العمل هنعرفك ازاي تعملي سي في هنعرفك ازاي تعملي انترفيو هنعرفك ازاي تؤهل وتؤهلي نفسك للحياة اللي بعد كده وهي الحياة العملية كل ده هنتعرف عليه من خلال ضفنا اللي مشرفنا في الستوديو النهاردة بنرحب بحضرتك معينا ومعيكم استاذ محمد ابو الدهب محاضر بكلية التجارة جامعة الاسكندرية ومنصق التدريب بالمعهد المصرفي بالبنك المركزي سابقا واحد مدربين شركة مدارج للتدريب بنرحب بحضرتك اهلا بحضرتك ماشاء الله على حضرتك وبصراحة كل اسكندرية تتكلم عنك فئة الطلبة دايما بزي فئة الطلبة دايما بيتكلموا عن حضرتك مش للدركة لأ ربني مفقد بجد حاجة جميلة جدا احنا عايزين نعرف طبعا عندنا اعتقاد ويقين بان الشاب اللي بتخرج من الجامعة ويبقى معيد اولا لازم يكون جايب تأدير عالي جدا ثانيا لازم يكون دحيح في المذاكرة طول لنا ايه الموضوع دا الموضوع مش دح خالص والله خالص الموضوع كله بس فكرة دماغ يعني بمعنى اصح في ناس كتير بتعتمد في السنوية العامة على المذاكرة الطبعية انا بجيب المذاكرات كلها والكتب كلها 24 ساعة بذاكر فكرة المذاكرة دي كلها اه هي نعم فكرة عشان اجيب بيها مجموعة كويس ادخل بيها كلها اللي انا عايزها بس في الاخر بنستنتج ان دي طريقة المذاكرة الغلط الموضوع كله لو ما بدأش بالتقسيم الصح للمذاكرة وعمر ما هيوصل لدرجة البرفكشن او الدرجة المثالية اللي انا اوصل بها الهدف اللي انا عايزه طبيعي جدا المذاكرة بتاعتك تكون متقسمة في اليوم انت او بتذاكر اوكي ما فيش مشكلة بس نفس الوقت عندك وقت فراغ عندك وقت رفاهية ودي مشكلة كمان عند الاهل يعني الاب او الام دلوقتي لما يكون شايف ان ابنه بيدلع او قاعد عشر دايق على بعضهم مثلا يعني يمسك التليفون او قاعد عشر دايق عايز يخرج مع صحابه وقاعد بيتفرج على التلفزيون لا هنا فيه كرسة بتحصل ما هو ما ينفعش ما هو في نفس الوقت هو عاطي وقت للمذاكرة وعاطي لها جدول كويس وبتبعه وانت فيه بس في نفس الوقت عنده وقت الرفاهية بتاعه اللي لازم يعني لازم الدماغ عمرها ما تستوعب ال 12 ساعة في اليوم لو بيتذاكر 12 ساعة مستحيل ففكرة الكتب 24 ساعة قدامي دي غلط تماما فيه جزء منها هيكون مذاكرة اوكي تبع الكتب وكل حاجة جزء تاني هدخل على الانترنت اعمل سيرش على اي حاجة ريليتت جدا بسوق العمل بتاعي او ريليتت جدا بالكتب بتاعتي يعني على سبيل المثال بسيط اوي انا بدرس مادة اسمها ماركتنج او تسويق اما فيش مشكلة نمسك الكتاب بتاع المادة وافضل اذاكر فيه كويس اوي الغرض الامتحان في نفس الوقت طبعا ادخل على جوجل وبص على جوجل الماركتنج بيتطبق ازاي في شركة كواكولا بيتطبق ازاي في شركة بابسي بيتطبق ازاي في الاعلام بيتطبق ازاي في شركات الادوية في الشركات الحديد لما تعرف سوق العمل بيتكلم ازاي عن الماركتنج هتبقى انت دماغك بقى بقت ريليتت سوق عمل بالمنهج بتاعك الاكاديمي تدخل الامتحان عملت اللي انت عايزه في نفس الوقت اتخركت دماغك مؤهلة مية في المية انك تستوعب سوق العمل ماشي ازاي انما مية في المية انت بذاكر بس مفيش الكلام ده خالص ففكرة انك دحيح لا هي مش دح أكتر ما هي الدماغ انك بتشغل دماغك على المذاكرة ما بتخليش المذاكرة تسيطر عليك هي دي الفكرة كلها للأسف الشديد يا مستر محمد ان احنا اعتمدنا في المذاكرة على اسلوب الطلقين انا عايزة حضرتك تقول لنا ستيبس لكل طالب لكل طالبة بيشوفونا دلوقت ازاي يذاكر ازاي ينجح ازاي يبقى متميز بص الفكرة كلها في حاجة واحدة انا مش هتكلم على عموما انا هتكلم على بني ادم اهو اتخرج من الكلية بتاعته ربنا كرمه بقى اول دفعته امتياز مع مرتبة الشرف الحمد لله وتحطيت في البوزيشن ده فمش هتكلمك على حد تاني لا انا هتكلمك عندي انا اهو انا كنت داخل الكلية بتاعتي ما عرفش اي حاجة خالص فيها ما كانتش اصلا طموحي خالص زي نص çباب كليه التجاره مش طموح ان يدخل تجاره خالص بس الفكرة انا حلم حياتي يكون مدرس طول حياتي بحلم يكون مدرس وجاي بورد عندي في البيت كنت بذاكر الاخواتي وبعده مدرس في البيت فانا حلم حياتي يكون مدرس ربنا حطيني في كليه التجاره ذاكرت في اول سنة المذاكرة الطبيعية جدا العادية من الكتب وكنت يعني النشاط بتاع الكليات أهم بكتير من مذاكرة يعني أه بحضر محاضراتي أه بحضر السيكشنز بتاعتي أه بمسك الكتب بذاكري منها مفيش مشكلة بس في نفس الوقت فيه أنشطة موجودة في الكليات اللازم حاضرات تكون موجودة فيها رعاية الشباب الأسر اللي موجودة اتحادات الطلاب الحاجات دي لما اشتركت فيها بقت كلها بتطلعني بره مجال الكلية بقيت شخص بقى اجتماعي شوية بيعرف يتكلم مع الناس بيعرف يقتنع ويقنع اللي قدامه بيعرف يدخل سوء العمل بيعرف يروح الشركات يعمل زيارات للطلبة الحمد لله كنا مشهورين بحاجة زي دي لما كنت طالب في الكلية في الاربع سنين بتاعنا كنت بأخذ الطلبة وديهم زيارات للشركات وللبرصة وللبنك عشان على قد ما نستفاد هما كمان كنوا بيستفادوا حاجات زي دي كنا مشهورين بها جدا في الكلية بتاعتنا وفي آخر سنة الحمد لله كلية كرمتني وعطيتني طالب المثالي في الكلية بتاعتنا في 2015 علشان بس خاطر الحاجات اللي احنا كنا بنعملها دي النشاطات النشاطات دي مهمة جدا فزي ما دي كانت موجودة المذاكرة كانت موجودة الاثنين اللي ما بيدخلوا مع بعض بتلاقي انت وانت قاعد بتذاكر نفسيا انت مستريح والدنيا تمام مش نفسيا بس كمان علميا انت تمام مهنيا انت تمام كمان لان مهنيا انت دخلت جوه الشركات ايه دا انا بدرس في منهج بتاعي ان التسويق عبارة عن سي مثلا هما اربع مراحل ايه دا لما دخلت الشركات لقيت سبع مراحل يبقى اننا لو بدرسوا غلط لا يبقى لما يجيلي في الامتحان انا عارف انهما اربع مراحل لكن لما ادخل سوق العمل انا عارف انهما سبع مراحل هي الفكرة كلها لان في مشكلة دولة الشباب بيقابلوها لما يدخلوا جوه الانتربيو بتاع اي شركة بيتقال لهم انسوا بتعليمتو في الكلية خالص وتعليلي في حاجة جديدة طب انا ليه انسى ما هو انا طالب من وانا طالب اللي 4 سنين بتوعي استغل لهم كويس اعرف سوق العمل ماشي ازاي اعرف الشركات ماشي ازاي مفيش مشكلة لما حدك تركب العربية بتاعتك او تركب الميكروباس بتاع سيادتك وتروح بي حضرتك لبرج العرب لأي شركة موجودة هناك وتخبط على لابة الشركة انا عايز اعود مع اي حد موجود عندكم 5 دقايق تعطي تناقش مع اي حد في الـ HR في الماركتنج والله كنت اعمل كده جدا كنت مخصص يعني يومين كاملين كل اسبوع بروح الشركات برج العرب يعني يمكن الحمد يا رأي وقتها وما زلنا يعني الواحد مفلس مفيش فلوس خالص بس الواحد كان ممكن يستلب فلوس من حد عشان يستغلها ويعمل بيها حاجة زي دي اروح واعود مع الشركات معاعد مع حد من الـ HR انا طالب في كلية التجارة عايز اعرف سوق العمل ماشي ازاي انا فاهم انا باعمل ايه وبدرس ايه للطالبة دلوقتي فلما ربنا كرم والحمد لله اتعينت في الكلية بقت وانا باقف باشرح او بدرس للطالب انا اوكي فاهم انا بقولي علميا وفي نفس الوقت لا خلي بالك مهنيا في الشركة بيحصل كذا 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 فانا باخد المنهج بتاعي مش على انه هو اوكي اكاديمي بس لا 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 انت بتطلع كمان اوكي منه وده اللي احنا عايزين ان الحاجات دي ممكن احنا مقابلناهاش فلازم سيادتك تقابلها دلوقتي فمهم جدا لما تيجي تذاكر بتقسم وقت مذاكرتك اوكا وقت مذاكرة في اليوم المذاكرة الطبعية في نفس الوقت ادي الوقت يا سيد انبلاش تنزل الشركات ادي وقت الجوجل معاك التليفون انتو شغالين ببعش انسان عليه ما بيقوموش منه عليهم شوية فيسبوك شوية بابجي شوية انستجرام يعني ممكن وقت كبير جدا منه يتقضى على جوجل انا لحد دلوقتي بيعمل الكلام ده اوكي انا بلعب وقاعد انا شخص اهو اوكي بروفاشنال وكل حاجة بس انا مسك التليفون ساعات بلعب عليه والدنيا كلها تمام بس في وقت منه بقضي منه بمسك جوجل بفتحه كده ما بقولش انا خلاص وصلت ان انا بقيت معيد لا لا خالص انا لحد دلوقتي لسه عندي شورتج كبير في المعلومات لازم ادخلوا وكملوا من جوجل اكملوا من كبيديا اكملوا من الشركات حاجات كتير بتحصل زي كت فدي الحاجة الوحيدة اللي هتخلي المذاكرة بتاعتك توصل للدرجة المثالية انك تربطها بسوق العمل لكن طول من انتو بتذكروا كتب بس طول من انتو بتذكروا بالطريقة التقلدية الطبعية عمره ما هتنجح في ناس كتير اه ممكن تنجح معهم الطريقة دي بس بيتخرجوا من الكلية بيتخرجوا اكاديميا فقط لغير ومش ده اللي احنا عايزينه بالضبط طيب يا دكتور او يا مستر محمد احنا ذكرنا وتعبنا وشقينا وانجحنا وجدنا درجات هيلة عادة الطالب اللي بيبقى مركز في مذاكرته بيبقى خبرته مقتصرة على المذاكرة فقط طيب انا ازاي اقهله بقى لسوق العمل بس الموضوع كله ماشي بالسيكونس ده انه بيدخل الكلية بيذاكر الماتريال اللي عليه بيتخرجوا الكلية بتاعته ما عندوش اي حاجة غير تقديره جيد تقديره امتياز يا سيده تقديره فوق الامتياز بشوية كمان هيعمل ايه بعد كده هيجي لواحد زيي مثلا هيعمله انترفيو فا اي شركة او فا اي بنك هقوله بعد اذن حضرتك ممكن تقوللي wie the experience اللي عندك او ال skills اللي عندك هقوللي انا متخرج من كلية تجارة او متخرج من كلية التربية او من كلية اوسيل كلية او متخرج منها ومعايا تقدير جيد ومعايا تقدير امتياز اوكي ومزا بعد يعني ايه اللي بعد كده ممكن تكلمني ممكن تقول لي الإنجليش بتاعك أخباره إيه؟ لأ بصراحة أنا كورس الإنجليش إلا سابدأ فيه أربع سنيني في الكولية بتاعتك ما فكرتش تصرف جنيه واحد على كورس الإنجليش في المقابل أنت بتصرف فلوس كتير جدا على خروجات وعلى 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 حاجات كتير جدا ممكن تكون بتعملها لكن جنيه واحد أنت بتصرف فلوس كتير جدا على الكورس تانية أنت بتاخدها ما لاش أي علاقة بالكولية بتاعتك يعني سيئة أنا ممكن أن أرؤى أحد دلوقتي أخد كورس عشان أنجح في المادة بتاعتي أوكي نجحت في المادة وكله تمام لممكن تنجح فيها من غير كورس أصلا نجحت فيها بالكورس طب بعد كده هتنجح في سوق العمل إزاي سوق العمل دلوقتي على فكرة مش بيفرق بتأدير الطالب خالص على فكرة بالسكلز اللي عنده يبقى أهم نقطة عايزين نوصلها دلوقتي أن الإنجليش بتاعك يكون كويس متطلبات سوق العمل لازم أمركز في المتطلبات بالسوق العمل عايز إيه؟ وفيه ناس بتفكر غلط بقى كمان إنما أول لما يتخرجوا يبدأوا ياخدوا الكورسات بتاعتهم أول حاجة هاخد الإنجليش بعد كده الإي سي دي إل بعد كده الأوريكل بعد كده بعد كده بعد كده برضو ده غلط أنا من قبل ما أتخرج من أول يوم في الكلية أنا أحط النفسي تارجت إيه التارجت ده؟ أقول مثلا يا ربي أنا عايز أشتغل في البنك الأهلي في قسم الكاستمر سيرفز يبقى هروح النهاردة هجيب كتاب الكتاب ده موجود فيه الوظائف كلها الكتاب ده أنا بنزله على طول عندي على البيج الكتاب ده موجود فيه الوظائف كلها فالكتاب ده موجود فيه الوظائف ومتطلباتها كمان أنا هفتح دلوقتي للمتطلبات بتاعت وظيفة البنك الأهلي بتاعت الكاستمر سيرفز عايزين إيه يا ربي عايزين واحد اتنين تلات اربعة الأربعة دول مش عندي يبقى أنا النهاردة هبدأ في الكورسر رقم واحد خلصت وأخذ رقم اتنين هتتخرج من الكلية خلصت الاربع متطلبات بتوعب تسمي كاستمر سيرفز في البنك الأهلي روح قدم بعد كده لو ما اشتغلتش تعال اقول بقى ان أنا كنت شخص مش فاهم اي حاجة وان أنا كنت بقول لك كلام غلط لكن انت بتتخرج وبتبدأ بعد كده تدور هتضيع تلات اربع سنين من حياتك هتجأ هي تقلك لأ احنا بنعين ناس أقل من سبعة وعشرين سنة بس طب ما انت نضيعت وقت من عمرك على الفاضي انت عندك اربع سنين في الكلية كورسي الانجليش مهم لازم تبدأوا لغة ثالثة غير الانجليش كمان اللغات المطلوبة دلوقتي عندك الروسي مطلوب جدا في سوق العمل الصيني مطلوب جدا في سوق العمل الاسباني مطلوب جدا في سوق العمل التركي اللغات دي مطلوبة جدا دلوقتي في سوق العمل ومعظم الشركات بتدور عليها كورسات الكمبيوتر حدوك متخيلا ان فيه واحد بيتخرج من كل التجارة مش عارف يستخدم وورد مش عارف يكتب على الورد على الكمبيوتر مش عارف يفتح الكمبيوتر نفسه دي مشكلة كبيرة كورس الـ ICDL موجود في كورس اسمه MOS موجود الكورسات المهنية دي كلها بتخلي حداك ازاي تعرف ستعلم الورد والإكسل والباربوينت ازاي تعرف تكتب حاجات دي مهمة ازاي عرف اتكلم مع الناس برضو لما اطلع من كلية التجارة او من اي كلية وانا مش عارف اتكلم اوقنا على عميل بحاجة او مش عارف اتكلم على اللي حوالي عشان امش اجتماعي دي برضو مشكلة كبيرة في عندي كورس اسمه communication skills ازاي تعرف تتواصل وتتكلم مع الناس وتتعامل معاهم ده مهمة جدا حاجات دي مهمة جدا لازم نكون عارفها برضو طيب يا دكتور انا دلوقتي خلاص انا خلصت ورايح اعمل CV الستيبس بتاعت الـ CV هو الـ CV اول حاجة يعني هي ستيبس بسيطة اوي عشان برضو بتاخد وقت طويل ممكن لو هنتكلم عليها للصبح بس موضوع الـ CV هي اهم حاجة عندي وانت بتحط الصورة بتاعت سيادتك لو الشركة طلبة صورة الصورة بتاعتنا بتكون recent photo يعني صورة حديثة ما يكونش عد عليها 3 شهور ده لو بنحطها يعني والصورة لازم تكون formal طبعا ما ينفعش راح تصور على البحر وما جاي منزلها مستحيل صورة الـ CV بتكون formal في نفس الوقت مشكلة كمان بنقابلها جدا واحنا بنعمل تشاكل الـ CV هات الـ address ما ينفعش الـ address يكون كبير يعني مش هكتب انا ساكن في 14 محمد محمود في مساكن الزباط في اسكندرية الدور الأول الشقة رقم 2 كلام ده كله مش مطلوب من حضرتك انا كل اللي عايز اعرفه الـ district او المنطقة اللي سيادتك ساكن فيها لان البنك لو حاب يعين حد بياخد وفقا للمنطقة او لا اقرب مكان لبيته وبيدخلوا جوه البنك ده دي فكرة العنوان مهمة جدا فكرة الـ email الـ email لازم يكون formal كمان ما ينفعش الـ email بتاع سيادتك يكون مثلا lover man ما ينفعش الـ email بتاعك يكون فيه حاجة informal لازم الـ email يكون رسمي formal باسم حضرتك مهمة جدا النقطة دي كمان مهمة جدا وحنا بنعمل الـ working experience بتاعتنا او خبرات العمل او الـ training experience او بنرتب اي حاجة في الـ CV نرتبها دايما من الاحدث لأقدم يعني 2020, 2019, 2018 لازم تترتب بالشكل ده الكورسز لازم تتكتب الـ skills لازم تتكتب لو عندنا reference ودي نقطة مهمة جدا لازم برضو نتكلم فيها نقطة reference او الفرض المرجعي ناس كتير بتقول دلوقتي ان انا لما هاجي هتخرج مش هلاقي شغل علشان خاطر الواسطة بتاعتي مش عارف هتعيني مشكلة كبيرة الواسطة اللي حدق بتتكلم عليها اللي احنا اصلا اخترعنا كلمة الواسطة دي احنا بنسميها reference كلمة reference دي معناها ان انا دلوقتي لو صاحب بنك وعايز اعين حد في قسم الخزينة بالمنطق هعين حد انا واثق فيه كويس ولا حد انا معرفهوش اكيد الوقت هتكون واثق فيه كويس بزاف فانا ساعتها بل جأسينا صغيرة بس لحد reference حد فرض مرجعي انا عرفه اقول له بعد اذنك الـ position دي حساسة جدا تقدر تجيب لي حد كويس يشتغل فيها طب انا افترض ان reference دي راح جاب لي ابن اخته بس ابن اخته ده حرامي وجاي يشتغل جوه تسمي الخزينة انا هشغله عشان خاطر reference اللي عندي اكيد لا همشي طبعا بزاف يبقى الفكرة كلها ان للشخص اللي هجيوه بالوسطة زي ما بنقول لو الشخص اثبت فشله ما وهيمشي ده الطبيعي يبقى الموضوع كله مش مقتصر على الوسطة لا الموضوع كله مقتصر على experience والمهارة اللي موجودة عنده حضرتك هتقولي الوسطة موجودة اه اوكي الوسطة موجودة بس experience موجودة اكتر الابالتس بتاعتك وقدراتك هي اللي تثبت وجودك في الشركة اكتر بكتير من اي حد تاني ممتاز طبعا حضرتك بتقول اللي steps دي وحدك قلتلنا في الاول ان هي مقتصرة جدا الشباب اللي شايفيننا دلوقتي لو عايز تعرف كل اللي steps اللي انت هتمشي عليها في كتابة CV او حتى في الانتربيو بتاعت الشغل حضرتك هتتواصل مع الاستاذ محمد ابو الدهب ارقام التليفونات موجودة على الشاشة للتواصل معاه كمان قناة اليوتيوب اللينك بتاعها الخاصة باستاذ محمد ابو الدهب موجودة على الشاشة دلوقتي كلنا شايفينها طيب يا دكتور او يا استاذ محمد ان شاء الله تبقى دكتور ان شاء الله تبقى دكتور قريب طب انا رايحة اعمل انتربيو عايزة حضرتك تقول للشباب دلوقتي steps one two three انا عندي جملة مهمة جدا بس اعايزهم يعرفوها الاول you have to know what you want الجملة دي مهمة جدا before you can get it الجملة دي مهمة جدا لو عرفت الجملة دي او فهمت الجملة دي كويس هتعرف انت عايز ايه قبل ما تحصل او تجرب تدور على اللي انت عايز توصله فكر الاول انت عايز ايه حدد مهمة جدا حدد انت عايز ايه مهمة جدا انا الاول عايز انا عارف انا عايز ايه بعدها هاخد بقى البلان بتاعي او الاستراتيجي بتاعتي اللي تقدر توصلني للجول ده عشان كده في الانتربيو انت لازم تكون قاعد مجاهز نفسك لسري ستبس في الانتربيو اول حاجة ان في مرحلة قبل الانتربيو خالص دي بتكون فونينج يعني لازم تبقى قاعد متوقع ان لما تقدم السيفي هيجيلك مكلمة عن طريق التليفون تمام مكلمة التليفون دي غرضها الوحيد انه يختبر حضرتك ان انا اتكلمتك صدنلي كلمتك فجأة مرة واحدة ري اكشن بتاعك ايه توطرت ما توطرتش لو سألتك بالانجليش هتفضل تقول لي ايه طب معلش ان ايه صاحب انه ممكن تكلمني كمان ساعة طبعا ده مهم جدا لان ده بنفلتر منه ناس كتير فمجرد ما تقدم السيفي تكون متوقع مرحلة الفونينج الانتربيو لستبال التاني على طول استبال الانتربيو نقفصه لازم تكون الدريس كود بتاعك فورمل وانت رايح لازم تكون قاري عن الشركة كويس جدا وانت رايح لان كل الناس بيعملوا ايه دلوقتي بيفتحوا جوجل وبيبصوا على اسئلة شائعة موجودة في الانتربيو يذكروها باجابتها ده غلط على فكرة سيم الموضوع يكون ماشي بتلقائية شوية سيم الموضوع يكون ماشي زي منت يعني هتجاوب بتلقائية زي منت الانتربيو هيكون فرندلي مش هيكون حاجة يعني مش واحد بيعلى لك حبل مشنقة الانتربيو والله بيكون فرندلي جدا خليك بطبيعتك وتكلم عن مهارتك بثقة طبيعتك جدا لكن سؤال محفوظ انا هعرف انك حفظ السؤال فهعرف انك ما عندكش دماغ اهم حاجة عايزك تعرفها انك تجاهز لبسك كويس تكون قنيت جدا في لبسك لسانك من غير ما تتوتر تبقى قاعد وصق في نفسك جدا ان انت كده كده هتتقابل عادي حس الاعساس ده انا كده كده هتقابل عندكم فانت قاعد وصق جدا في نفسك فطبيعي اللي قدامك هيحس السقة دي فيك مهم جدا تكون قاري عن الشركة كويس قوي 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 قبل ما تروح مهم اولا ما اسألك سؤال ما تقوليش معرفش مستحيل او قولك وتعرف ايه في السياسة تقول مليش في السياسة تعرف ايه في الكرة مليش في الكرة طب ليك في ايه ما ينفعش شاب ما يكونش ليه في حاجة بس ممكن سيادتك تبع�� عن السؤال باجابة زكية تانية اكتر فالمهم ما فيش حاجة اسمها ما اعرفش مهم جدا تليوفونك يكون بقفول وقت الانترو� تاخد نسخة من السياسة في معاك ما فيش حاجة اسمها شهادات ما فيش حاجة اسمها انه رايح ياخد كورس ما فيش حاجة اسمها وراح يدخل كورس كورس عشان الشهادة ما فيش حاجة اسمها كده خالص تماما طبعا بجد حضرتك اديتنا طاقة ايجابية هيلة جدا جدا واعتقد ان كل الشباب دلوقتي بقى عندهم الحماس ان هم يبدأوا حياتهم العملية كل شاب من الشباب دلوقتي لو حابب تسأل الاستاذ محمد ابو الدهب في اي سؤال ارقام التواصل موجودة على الشاشة كمان لو حابب ان انت تعرف اكتر اتفرج على قناة اليوتيوب واللينك بتاعها موجود على الشاشة في نهاية فقرتنا بنشكر استاذ محمد ابو الدهب بنشكر حضرتك جدا اشترات في حالك كافة من طبعا الله خليك كافة مرسي جدا لحضرتك مشاهدين يا اعزائي الوقت ما حضراتكم بيجري بسرعة جدا خلصت حلقتنا استنونا الجمعة الجاية في نفس المعاد الساعة 6 وحلقة جديدة من برنامجكم هي وآد